ريم لو قد تحرك أهم الفعاليات التي تشهد المعد والله فعاليات كتير فعلا ونسوعة حلوة قوي ولكن يمكن من أقربهم لقلبنا كلنا وكل الناس الموجودة في المعد فعالية ولادنا زوج قدرات الفائقة قد إيه ولادنا دول؟ قدونا يمكن مثل وقدوة وهم اللي قدونا قدو وقدونا كمان قوة طاقة إيجابية غير طويلة حقيقة مقدار من الطاقة والطاقة الإيجابية زي ما بيقولوا لقدام لدرجة أنا لسه كنت قادم برح مجتمع مع السادة إدارة المعهد وبقول لهم أنا نفسي مش بس فوق تاني لولادنا لأ أنا عايز أخدهم ووطلع بيهم بره ونعمل بيهم حاجة أحسن ويبقى عندهم فيه تطلع للأفضل ولادنا مش لازم يقفوا هنا كمان ده أنا بفكر أن يبقى فيه فوق لريادة الأعمال اللي كنا بنتكلم فيه ده ليهم صدتك وسترف على السقف أصلا أنا جدا جدا وأتمنى ده ونفسي وإن شاء الله بإذن الله يحصل دائما على فكرة القيادة بتساعدنا في ده والله ما فيش حد في الدولة يسمع ويشوف اللي احنا بنعمله على الارض إلا وبيدعمنا دعم تهم دكتور كريم يعني برضو خلينا أقول اهتمام كبير من القيادة السياسية طبعا تحديدا بيزور قدرات الفائقة وبيزور الهمم في ظهر التوقيت انتوا بتعملوا تطوير حاليا في معهد اعداد القادة ده امر مهم جدا لدعم الحدودة ودعم التنمية الشاملة اللي هتشتغلوا عليها ولكن يتبقى برضو جدولكو الزمانية بزرط خليني اقول لحضرتك ان زي ما انا اوضحت قبليها وبقول ان احنا عندنا في المجلس الاعلى جامعات اللي فات خدوا قرار ان يتم تطوير معهد اعداد القادة المرة التانية وده على دين كل الجامعات المصرية بحيث ان كل جامعة تبقى داعمة لأحد الاماكن او احد المشروعات او احد البرامج داخل معهد اعداد القادة حتى يستطيع معهد اعداد القادة ان يؤدي دوره بفعلية خلال الفترة اللي جاية ده كان بتوجيه بصراحة من معالي الدكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي اللي دايما ده عملينا ويمكن هو احد الاسباب الرئيسية في نجح هذا المعهد بكونه رئيس مجلس الادارة وبكونه مهتم بشباب جمهورية المصر كلمة اخيرة للشباب اللي خاد هذه الدورات والشباب اللي مقبل او مهتم ان يكون معه دورا من معهد اعداد القادة دايما بقول كلمة واحدة بس نصحة المقدمات بتؤدي لصحة النتائج خليك دايما بتقدم لنفسك انت كل ما تحتاجه نفسك وشخصيتك حتى تصل لهدفك في الاخر شكرا جزيلا دكتور كريم همان مدير معهد اعداد القادة بوزارة تعليم العالي نورتنا وشرفتنا واضفتنا ومزيد من التوفيق اللي معهد اعداد القادة بحلوان هذا الصرح الكبير لصناعة الكوادر البشرية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا